بعد مرور نحو أربع سنوات على نجاح العراقيين في إجبار أحزاب السلطة على حل مجالس المحافظات التي تعد إحدى بوابات الفساد المالي والإداري في منظومة العملية السياسية يواجه إجراء انتخابات جديدة لإعادة هذه المجالس عدة عراقيل مالية وتنظيمية عاد مرشحو الأحزاب إلى الواجهة وعادت معهم أساليبهم في التحايل لكسب الأصوات والإنفاق المالي المشبوه على الحملات الدعائية فضلا عن الشكوك في نزاهة الاقتراع ونسب المشاركة الحقيقية بعد تحديد الثامن عشر من كانون الأول المقبل موعدا لإجرائها ينكب مرشحو الأحزاب على الترويج لأنفسهم حيث بدأت صور المرشحين تغزو شوارع بغداد والمحافظات في مشاهدة تعيد إلى الأذهان ما أفرزته الانتخابات في العراق منذ عام 2003 فساد وفشل إداري ومالي وخدمات شبه منعدمة ومجتمع يعاني معظمه من الفقر والبطالة مئات الأحزاب المشاركة في الانتخابات المرتقبة معظمها يفتقر إلى مشروع سياسي استراتيجي أو إصلاحي طويل الأمد مع غياب البرنامج الانتخابي للأحزاب المترشحة انتخابات شكلية هكذا توصف في ظل غياب قانون يمنع تدفق المال السياسي بلا حدود وغياب منظومة انتخابية متكاملة وفق المعايير الدولية إلى جانب غياب التعاون بين مفوضية الانتخابات والسلطتين التشريعية والتنفيذية والأحزاب نفسها والمنظمات الدولية المعنية بالانتخابات وعلى أرض الواقع فإن إشكالات أخرى ترتبط بإجراء الانتخابات مثل عدم اكتمال سجل الناخبين وعدم إجراء إحصاء سكاني ويبقى المعيار المتمثل بتحقيق أكبر نسبة مشاركة من قبل الناخبين التحدي الأصعب لأحزاب السلطة نظرا للصور السلبية السابقة لتجربة مجالس المحافظات وأدائها السيء فلا شيء ملموسا من شأنه طمأنة العراقيين بعدم سرقة أصواتهم أو التلاعب فيها بعد الاقتراع لتعاد سيناريوهات الانتخابات السابقة نفسها والأهم أن النتائج ستكون نفسها أحزاب فاسدة تستحوذ على مقدرات العراق وتتقاسم ثرواته المنهوبة